لافت الجهاز الفني الاسماعيلي نظر لعب الفريق الاول لكرة القدم الى ضرورة التركيز والتحلي بالروح القتالية خلال مرحلة الاعداد الاخيرة لمباراة امبي في الاسبوع التاسع للدوري في السابعة مساء السبت المقبل باستاذ بيتروس بورت بالتجمع الخامس بالقاهرة وبدون جمهور وكان اهاب جلال المدير الفني الاسماعيلي اشرف على مران امس الذي جرى على فترتين بعد تأسيم اعضاء الفريق لمجموعتين الاول تدريب صباحي والتانية مساء بوجود كافة لاعب الدرويش واستغرق المران فترة ستين دقيقة اجتمل على الاحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهت بتأسيمة للوقوف على مدى استيعابهم للتعليمات تمهيدا لتنفيذها اثناء سير احداث اللقاء وقال حمد ابراهيم المدارب العام للاسماعيلي ان العد التنازلي لمواجهة امبي بدأ امس ولم يتبقى سوى وحدتين تدريبيتين على المباراة التي نعمل لها الف حساب ونأمل في تخطيها بنجاح للاستمرار في تحسين وضع فريقنا بجدول الدوري الممتاز واضاف ان الهدف من تأسيم لاعب الاسماعيلي الى مجموعتين امس التركيز مع احدهما التي يتم الاختيار منها للتشكيل الاساسي والبديل للقاء امبي وشرح الطرق التكتيكية لهذا التشكيل واشار المدارب العام للنادي الاسماعيلي الى ان هاب جلال عكف على دراسة قدرات وامجانيات لعبي امبي من خلال مشاهدة اشريطة فيديو لمبارياته الرسمية واخرها امام نادي سيراميكا كيلو باطرا ودرسها جيدا وحدد نقاط القوة والضعف لدى المنافس واوضح ان تطور مستوى ابناء الفانيلة الصفراء منذ بداية الموسم وحتى الان ورأوه جهد كبير بوزل من اجلهم حتى حدث انسجام بين الكبار والصاعدين واصبح المتابع لهم يعرف اسماء الذين شاركوا اساسيين في المباريات او الجالسين على دكة البودلاء واكد ان علي ابو جريشا رئيس جهاز الكرب الاسماعيلي ونائبه عماد سليمان لا يتدخر جهدا في ايجاد حل للمشاكل التي تعترضنا بالتنسيق مع المسؤولين بالنادي من اجل توفير الدعم والمسندة المطلقة لفريقنا